تذكر موقف لشاب ما يتجاوز عمره العشرين كان معاه والدته طبعا ما لها له تزوجت وقبلها في زواجها في شبابها كانت عندها يعني مشكلة صحية في عقلها ولما يعني شاف الزوج انها كذا تركها وبعد فترة ربع عندها هذا الولد حتى وصل لتقريبا العشرين عام فكان يجيبها عندها تخلف عقلي الى انها درجة ما تعرفة انه ولدها ويجيبها للدكتورة كان فيه دكتورة تراجع لها وحولتها على الدكتور علم نفس فكانت تشيل الطرحة او الشيلة من وجهها فهو يرجع يغطيها فتاخذها ولا منها غطاها عزكم الله والمشاهدين تتب في وجهه وتضربه وكذا يرجع يغطيها ويضمها ويبوس راسها فتعجبت الدكتورة في بداية الامر فهو الدكتور ايضا اللي جاء عن معاملة الولد مع هذه رغم اساءة الام له يعني اثناء فحتى انها تقول له وهي عندي الطبيب ودني مكة قال ان شاء الله ان شاء الله الخميس ياخذها ويبوسه يقول الخميس يحبه في راسه ويديها ويتشيل الغطوة ويرجع يغطيها فقال الخميس الخميس ان شاء الله نروح لمكة فسألها الدكتور قال بتروح توديها مكة قال هي قال هي ما تعي تعرفك قال لا ما تعرفي ولا تدري من اكون انت منك قال كيف توديها لا تعي يعني مناسك العمرها وكذا ولا تدري انك تولدها كيف تودي هذه متخلفة قالها هي ما تدري لكن الله يدري الله يعلم بما افعل بها واتعامل معها بها يكفيني يعني علم رب العالمين بما اقدمها الوالدتي رغم تخلفها العقلي له فبين كثير من من اللي يسوي يعني كذا مع والدته في حالة مثل الاحوال هذه التخلف العقلي او الاستمرار بالضارب ولا وهي ما تعين ممكن يقول ما تعيني ولا تفهم ممكن يوديها مثل دار مسني لكن هو رفض الا انه يوكلها ويطبخ لها ويسوي لها ويوم طلبت وفعلا على موعده على كلامها الخميس يعني كأنها بتتأكد كأنها بتسألة ما وديتها الخميس ما عنها متاعي الا انه على وعده لها امام الطبيب فعلا يوم الخميس ودها مكة ودها فهذه من البر ايضا واليقين بما ان الله يعلم سبحانه بكل شيء